ونتعلم منهم الشيء الكثير الله يطول عماركم إذن حنا التبرعات والله أنا كثيرة أشكركم على الغامجي سعود العتيبي عبدالجمالي زياد الشيري سعد قحطاني اللي ودعنا نظراً للوعكة الصحية جت في صدر بعد ما جاء الغبار ودخل علينا في تعاب شوي فما قدر يكمل حلقة في مشا أو أنه هرب من أجل المواجهة ما يبغى الدبر راتب يضع عليه خاف منكم شكلها فهذا هروب أو فهد معيان كذلك عفواً فهد معيان مشا كذلك بعيد الله وجاء عنده دوام الصباح عنده دوام ويشغل هو يشغل هم زيادة نفس علي الغامض يقول أنا تابع الحالي في بث هو فهد نفس فهد من الناس اللي توتر عنده دوام لكنه ما ينام ولا يداوم هذا النظام الله يجبه خير صح شكراً شكراً أحمد بك طيان الرجل العظيم اللي أسعدنا اليوم بحرشناه شوي ولكن طلع ممتع عبدالله يعني ممكن أوصل لك كلام من خاطر صادق وطيب أي والله أبغى أوصل لك أنت الكلام وأتمنى أن الناس تسمع حتى لو أخرت حتى لو أخرت على الغامدي يا أخي شكراً أبو عبدالله أنك عرفت اللي يقول يبغى يقول لم الشمل قال شم النمل شم النمل إيه شكراً أنك شميت النمل أو لميت الشمل لأنه حرفياً كانت الأنفس بعيدة عن بعض نتكلم على طاقم عمل كامل من سنوات أنت لميت ناس كانت متفارقة في الكواليس ما يدنوا عن هالناس أنت يعني حرفياً اللي نطلب الله سبحانه أن يبقيك على هذه الرتم وعلى هذه القيادة اللي كلنا في ظلك الله يحبك وكلنا تحت بشتك الله يطلع عمرك ونتمنى لك النجاح وحرفياً والله لو نسهر الأيام كلها لطلب النجاح يعني ما نوفي واحد بالمئة اللي قدمت لنا الله يرفع قدرك شكراً لكم أحد والشان واحد والنجاح واحد والأهداف اللي ماشيين فيها كلنا مع بعض ما في أحد يمشي لوحده ويد وحده ما تصفك وأنتم رجال وإخوان وعزين وغالين ويشهد الله لو لله ثم أنتم وقوفكم وقوف الرجال موجودين من المتسابقين والجمهور الوفي اللي يبغوا ينجحون هالكيان المبارك اللي بيسعدهم في بيوتهم والله نضيق صدوركم واجد عارفين ونسعدكم واجد عارفين ولكن أن نجحنا وفادثوا في قول الله سبحانه وتعالى من دعائكم الطيب ووقفة الرجال معي وأن أخفقنا في بعض الأشياء في خيركم يعذر وهذه حال برامج الواقع ما أننا بكاملين كامل الله سبحانه وتعالى هناك أختم برجل أعمال شاب لطيف رائع جميل يعتبر من رجال أعمال الشباب الميزين في مملكة العربية السعودية دخل معنا في برنامج كاريزما قابلت والده يقول لي كنت أتمنى أن ابني يستمر في تجارته ولا يدخل البرنامج نظرا لأنه يحقق أرباح عالية جدا لكنه رفض وقال أريد أن أدخل في البرنامج حتى أحقق أهدافي ورغبتي منذ صغري وأنا أتابع برامج الواقع فهي ثلاثة أشهر يا والدي فاسمح لي قال تعين خير وملايين في العقار والتطوير العقاري قال أدخل برنامج أذنت لي قال لك ذلك سيف آل سالم اليامي تبارك الله وماشاء الله لقوة الله بالله رجل أعمال شاب لطيف جميل شارك برنامج أبدع تألق محبوب من الجميع من الطاقم الفني والإداري ومذيعين ومتسابقين زملاء سيف آل سالم اليامي من الناس اللي نافسون على المركز الأول وعلى الناموس وعلى كل علم طيب هو قريب منه الآن هو معنا هنا في برنامج كاريزما أربع أيام خمسة أيام ثم أني أخذ الناموس ومليون ريال إن شاء الله ويبنينا عمارة جديدة بالتطوير العقاري وشغل العقار سيف يا مرحب أبو عبد الله أول شيء أنا أشكرك على هذه المقدمة وبيض الله واجه والله أنك تساهل الخاطر طيب بعض ما سيقدم نجام منهم لكنك ما نجام نجعل والديك في الجنة ولا ليهينكم مني أسمع الشيء الثاني أبو عبد الله أول شيء أشكرك على إيتاح هذه الفرصة أني أكون أحد المعلنين في هذه القناة وأبشركم ترماني بجميع العيد بعض الشيء من يشبحون فيني يشبحون فيني ينظرون إلي ينظرون إلي ينظرون إلي أشكر كل الشكر وبيض الله واجهك وجمع الله حالك وأحب أشكر من هذا منبر والدي الله يعطيك العافية والصحة وشكرا لكم جميع يعطيك العافية إذن هذا هو نصح نصح نجمنا من أجل هذه اللحظة نصح نجل أعمال أنت حر بلي بتعمله يلا خابرينك أمس نائما وما أدري سلسة أثنين اللي خاطفيني قم 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 يبغون نائما نائما والحين صاح إذن هناك فيديو ومقطع لرجل أعمال الشاب سيف آل سالم نتمنى من الله العليل قدير أن يوفقه وبقي زملائه في كل أمور حياتهم والله العظيم مننا فرحانين مبسوطين سعيدين صحيح أنه هو إعلان تجاري لشركة سيف ووالد العقارية ولكني أنا في القناة نتنوم بأمثال الشباب وقلت للشباب والله ليس تشخيص أي واحد عنده تجارة يبي يعلن عنها فأنا أخوهم ويمنعهم اللي يفزع لهم ولنعلنهم على الهواء مباشرة وبلاش ومجانا وما نري شيء بيض الله وجهك وراء لي بجامل ولا لي بسلك فعليا قلت يا سيف صور إعلانك بدايت برنامج مكلم لكن كانت أخير منه الآن جهز الفيديو جهز المقطع لسيف وهو يتجول بين عمايرة وبين الفلل وشغلة وحلالة ووالله يبارك له فلل زي العسل فلل جميلة نظيفة ومرتبة بشقة قوى وإلى آخرة ومساحات حلوة وإن شاء الله أنه يهدي إن شاء الله لنا في برنامج قادم فلل لجمهورنا الكريم اللي تستاهلون يا جمهورنا أوشق عقل شيء تابعوا ضبطهم معيكم فالي يجي من طرف القناة لهم عيوننا المقدمين يبشرون الله بالساعد بيض الله حلونا الآن نتابع هالفيديو كان من إخراج إبراهيم ومحمود إخواننا من مصر وكذلك أو تصوير ومنتاج إبراهيم ومحمود وإخراج محمد المكي نتابع هذا الفيديو لرجل الأعمال الشاب سيف آل سالم نتابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدفكم على نفسي سيف بن مهدي آل سالم من السابق في برنامج كارزما على قناة الواقع أطمح أني أكمل في هذا البرنامج وأخذ نوماس كارزما المليون طبعا سيف متخصص في مجال العقاري مجال العقاري كافة وعامة متخصص أكثر الشغل الموجود عندي في تسويق العقاري وتطوير العقاري خبرة أكثر من تسع سنوات اللهم لك العام متخصص في مجال العقار والتسويق والبيع ودارة أملاك طبعا هذا نموذج بسيط من العقار اللي موجود عندنا عندنا نموذج من الأراضي الفلل العماير الأدوار المستقلة والأدوار اللي غير مستقلة في مجموعة من الدبلوكسات اللي موجودة عندنا زي ما انتم شايفينها أمامكم هذا جزء بسيط من العمل اللي موجود عندنا عندنا أكثر من الأعمال اللي موجودها طبعا هذه الفلل أمامكم الآن مجموعة من الفلل فيه عندنا مساحات خمسمية ومساحات معددة طبعا هذه دور دور ملحق وفيه دور مستقل وفيه دور علوي مع ملحق مستقل مساحات متعددة من العروض اللي موجودة عندنا وهذه الفلل اللي معروضة أمامكم متاحة للبيع أي استفسارات أو استشارات التواصل معنا عبر الأنقام اللي موجودة أمامكم في الشاشة نشتق بالعروض ونعرض العروض اللي توصل معنا مكتب جبال الرحاب للعقارات متاح لخدمتكم على مدار الساعة أنا وفريق العمل نسعد وننشرف بخدمتكم موسيقى موسيقى شكرا